أقام اتحاد الصناعات الكويتية مؤتمرا صحفيا بمناسبة توقيع عقود الدفعة الأولى من الملتحقين في برنامج سناع المستقبل بمشاركة عدد من ممثلي الجهة الحكومية وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح أن مجلس الوزراء حريص على توفير فرص عمل للشباب من الجنسين في القطاع الخاص بما يدعم من توجهات الحكومة في تخفيف العبئ عن القطاع الحكومي في هذا المجال وأكشفت الصبيح عن تنسيق بين الشؤون ووزارة التجارة لدعم مشروعات الشباب أنا أتكلم من واقع مسؤوليتي في مجلس الوزراء أي دعم تحتاجون في هذا الموضوع أنا أحضر له برنامج عادة الهيكلة اللي أتاحوا الفرصة ودعموا وقعد يشتغلون كفريق واحد مع الاتحاد أو مع الشباب لحصول على فرص وظيفية أتمنى أني أشوف مزرعة من هذه المشاريع وأتمنى أنكم تدعمون عفواً الفرص الوظيفية لدى القطاع الصناعي وتدعمون الاتحاد لأنه أتوقع يعني هذه من المشاريع اللي بدأت ناجحها وقعد تستمر بنجاحها ترجمة نانسي قنقر